قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن موقف مصر سيتغير إذا تشاركنا السعي في تحقيق أحلامنا كأسرة واحدة وأضاف الرئيس السيسي أنه دائما ما يتحمس للفكرة لأنها قادرة على حل مشكلة لا نستطيع حلها بالمسار التقليدي السعيد لكان مهمش ولا متنسي البناء ما كانتش قادرة بس وأنا عارب بقول لكم كده ليه؟ عشان إحنا لازم نحترم عقول بعض ونبقى موضعين وصدقين في التقدير والتقييم لواقعنا ونعرف ليه إحنا وقعنا كده وقعنا كده لأن البلد مش قادرة البلد إيها دكتور مصطفى مش قادرة وما كانتش قادرة طب من اللي بتعمل ده قبل كل شيء توفيق ربنا سبحانه وتعالى وسانيا هو محاولة لتطوير الفكر زي ما انتم بتفكروا كده عشان كده وانتم بتفكروا تلقينوا أن أنا متحمس قوي لكم أنا متحمس دايما للفكرة لأن الفكرة ممكن تحل مسألة بالمصاري التقليدي ما تتحلش وبالفكرة تنجح بالمصاري التقليدي ما تنجحش وبالفكرة توفر بالمصاري التقليدي ما تمولش الفكرة كده البلد اللي زروفها والناس اللي زروفها مش متأسرة قوي ما عندهاش غير الحلم والفكرة والعمل اشتركوا في القناة